إثر النداء العاجل الذي أطلقه سكان زنقة ستريتن بوسط مدينة البيض عبر الميديا تيفي بسبب انسداد قنوات الصرف الصحي والاشتباه في تلوث مياه الشرب بالمياه القذرة تنقل المدير الجهوي لديوان التطهير بنفسه مع عتاد هام إلى الحي لمباشرة عملية تسريح وتنقية للشبكة هذا الشارع الذي عانى كثير من توقف سير المياه الصرف الصحي في القناة وهذا راجع إلى قدم القناة وصغر حجمها مما أدى إلى ضف سير المياه القذرة على مستوى هذه القناة يمكن أن يمسخرنا شاحنة ذات حجم كبير وذات التكنولوجيا عالية الحل يعتبر مؤقتا إلى حين تسجيل عملية كاملة لتجديد شبكة الصرف الصحي بالحي إن شاء الله هذه العملية التي كانت موجودة في هذه السنة المالية 2020 إن شاء الله سننطلقوا في تجديد هذه الشبكات يعني جزئيا بإم بارتي بإم بارتي باش نقضوني هائيا على هذا الإنسداد الموجود على مدينة البيض سكان الحي ثمنوا تدخل الجهات المعنية ودور نوميديا تيفي في إبلاغ معاناتهم نشكر نوميديا تيفي على الاتفادة الطيبة التي التفت بها وبفضلها رهجت المدير الرجونال سعيدة تعلونا جهناية لكي يشوف لنا هذه المشكلة ونشكره السيل مدير جهة ويتعلونا اللي شافنا في الابراس وجامسكين جنة كل مطير يلتعا ورهجة يحل لنا المشكلة لكن المشكلة لا يحل هكذا المشكلة لازم يتحل حل جذري لازم كل شيء يتعاود ما فيهاش دي بوشاش استجابة سريعة لاستغاثة المواطن دليل يقظة لدى الجهات المسؤولة نأمل فقط أن تكون يقظة مستدامة